أبو منصور ما هو موقفك في حالة معرفتك أن هناك مشاكل تحت الهوى مع بعض المتسابقين أو ما هو موقف تدقلك؟ هذا شيء خص المتسابقين ما تدخل فيناي؟ ما تدخل في شيء حنما أننا صلاح فيه حتى في النقد والله يعني شيء شخصي بينهم بين نتناقش فيه حنما أنتم كنقاد مشموح لكم بحكم أنكم كل شيء يظهر على الشاشة تناقشون فيه صحيح حتى في الأشياء اللي من خلف الكواليس مصادركم طبعا المتسابقين ما يحبونكم صح؟ صح ولا يتعاملون معكم فأنتم عندكم يعني بطريقتكم تخذون بعض المصادر وتنقشون فيه المتسابقين أما أنا كقرار احنا اثنين من هذولة بينهم بين حتى على الهوى إذا دام الموضوع ما مس الشاشة لا من لفظ إن شاء الله معيب ولا من غلطة ولا من شيء يشوه الشاشة فالموضوع هذا ريالتي إذا تبعونا نخلي المتسابقين ما خلاص يقعدون كانهم في برنامج تلفزيوني لا حنا قلنا لكم برنامج واقع من الواقعية أنها تحصل حتى الأخوة واخوة تمشكلهم في البيت فهذه أشياء طبيعية ما يتحاسبون عليها طيب وش جواب محمد منصور إذا أحد ادعى أنه يوجد شخصنا بينه أو بين أهل المتسابقين شخصنا؟ أيوه أو خلاص نقول إن محمد منصور مش شخصنا مع المتسابق الفلاني أو إنها معاقب المتسابق الفلاني مثل معاقب المتسابق الفلاني وجهت نظره؟ اللي يقول الجمهور؟ قد يكون وجهت نظره؟ وجهت نظره؟ وجهت نظره؟ وجهت نظرهم وعلى بيوتهم أجي أنا شخصنا معهم ليش؟ هذا مبعدهم هذا أخوه هذا هؤلاء بعضهم يلزمونك أخوة فأنت بتحاملهم بالنظام وذا ولا تركهم أما أجي يدخلوا أنا شخصنا معهم؟ من هو اللي يدعني أنا شخصنا معهم؟ يعني قد يكنا نحنا متسابقين نقاد يا رجال يغلطون علينا بل غلاط اللي يقسم بالله العظيم منها تزعل اللي وش ونمشيها لأنه في النهاية أنا ما أجي تزيله هو ما أستوعب الفكرة كان أنا ولا فليش أنا شخصنا معهم؟ كل اللي يقولني أنا شخصنا معهم موساطك وأقسم بجلال الله هنا يارجع خلني سألتك طيب موساطك طيب موساطك